قدم رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبال التهنئة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة متمنيا له التوفيق والسداد فيما هو قادم وفي اتصال هاتفي قدم رئيس مجلس النواب الشكر لأعضاء الحكومة السابقين على الجهود المضنية التي بدلوها في فترات دقيقة مرت بهالدولة هذا وأعرب رئيس المجلس عن أمله في أن تستكمل الحكومة الجديدة مسيرة العمل نحو تحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة وذلك تحقيقا لهدف رئيسي بتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري